يقول لك غالية فما شكون اللي هجر المهنة يعني فما شكون اللي باع القطيع لأنه ما يخلصش لأنه سعر التكلفة ما يخلصوش فتخلص من القطيع وقليل العرض متاعه ونسبة العرض متاعه فشوق مش موجود أنا من منطقة ريفية الأمر هذا مطروح في سيدي بوزي فإشكاليات كبيرة على مستوى توفر مد الشعير وأيضا غلاءها الكبير هل البلاغ وهذه الدعوات هذه من شأنه هو أن يتخفض شوية أو تبعث برسائل طمأنة لمربي المواشي وأنه سعر الشعير يمكن وأنه يطيح شوية هو بالنسبة القطاع المواشي كسواء أبقار والأغنام صحيح العام اللي فاته كما قلنا كان عام صعيب ياسر ما كانش فما الموارد العلافية الكافية كان عام جاف بامتياز معناها حتى موارد العلافية متاعنا ما كانتش تغتي أدنى المطلبات وصار مجود كبير باش نجيبوا من بره معناها وصرحنا حتى للمجمعين باش يجيبوا مد الشعير كان التوريد كان حكر على ديون الحبوب توا منع مناول هضت الكرة الشروط حالينا الباب للخواس باش يساهموا في المجود هذائي مد الشعير متوفرة على السوق العالمية الأسعار متاحها انخفضت خفض بسيفة كبيرة بالمقارنة انت عام نقول الشعير السناء يعني لماذا ما خفضتش في تونس؟ الديوان اللي يبيع فيه الشعير اللي يقعد هو 85 دينار القنتار منها الشعير العلافي 85 دينار والفلاح يبيعو للديوان بتسعين دينار معناها أقل من اللي يبيع بيادة تقول انت يجب مجهود باش ندعموا المادة هذائية هذا هو؟ نحن نحب ندعم المربين نحن نحب ندعم الشعير يمشي مباشرة للمربين هذا هو مجهود في الحقيقة يقاسيون من كلفة الانتاج صحيح تبقى الوضعية متاع عام ناول محتى وضعية السناء ما معنى؟ ما معنى؟ ما معنى؟ ما معنى؟ نحن نحكي لك بالنسبة للموارد العلافية السناء يخير برشة من عام ناول نحن نحن نحكي في الحاجات وطيع عن موارد العلافية ذلك على قبل الصابة أو بعد الصابة؟ نحن نحكي لك نحن نحكي ألقا خير تفرق أيسي محمد علي رأى أصبحت شعار البرنامج حتى تكتمل الصورة يرحم وألديك نحن 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 تم ربعا- هذا هو الأصل في الشيء. ولكن المضاربين يخدمون خدمتهم؟ نحن مع وزارة التجارة نحاول أن المضاربين نقص فيهم أقص ما يمكن. فما مجهود زادة على المستوى هذية ونحن نشاعرين بالحجم الأعباء التي يتكبت فيها المربي بصفة عاملة. في الحقيقة بالنسبة للشعير ديما الفلاحة يقول لك ما هو موجود حتى كانت بحولي مثلا هو بخمسة وثمانين تقول انت القمطار. حتى كيوصل المياه يقول لك ما يسالش لكن ما يلقاش. هو حاشته مثلا نعطي رقمك حاشته بخمسة شكاير مثلا يخوين اثنين من المحلات اللي هي تابعة معناها. ورغم لهو يكون أعداد للأغنام متاعه ولا الأبقار متاعه القطيع يعني يكون أكبر برشا لكن ما يلقاش يضطر يلقاه في السوق الصوداء بأكثر من ضعف السعر. هذا يعليش تصير الصعوبات وعليش ناس تهجر القطاع ومعاش تربي وهذاك عليش وين تضرب منظومة اللحوم الحمراء بصفة عامة. هذه الحلول كما قلت سياد تكتوى باعتبار ان السوق العالمية طاح فيها سعر الشعير في الفترة الإخرانية. أشنوه بشيأثر من اليوم حتى للمرة جاية في انتظار وصول الصابة التونسية في الاتجاه ذاه وتزيد يتعدل. هذا علاج حجم الواردات متاعنا من الشعير العلف الذي نحكيه عليه. والإنتاج الوطني يغرق شوية السوق ويكون على مستوى الطلب. معناها العرض يكون كبير وطلب وبنفس الأسعار تقريباً أحسن شوية. احنا كما قلت لك ديوال الحبوب شهرياً تقريباً يحط في بين ثمانين وتسعين ألف تون من مادة الشعير العرفي. على ذمة المرابين بسعار خمسة وثمانية دينار للقنطار. تقول لي هذا الكمية هذوما تكفي ولا لا. أنا أقول لك تكفي باعتبار الخواص دخله من عمناول في المنظومة. ونعرف اللي برشة معنا شركات خاصة ولا مجمعين خواص جابوا كميات. يبيع بنفس السعر. ويبيعوا. هو سعر ما هوش محدد لكن إذا ديوال الحبوب يبيع فيه بخمسة وثمانين يظهر لي هذوما يفوتوا ياسر بيس كميات الشعير متوفرة موجودة معناها. ربما الإشكال كانت تترحى منها ولا أكثر من سنة معناها. من شاء الله مع السابة هذية مع التوريد متاع الشعيرة. كما قد لك تسعين الفتن تقريبا شهريا تتحط كميات للمربين. مع هل كميات اللي يجب فيها الخواص نتصور لي هيا بشكون كميات كافية. سيمو حمد علي نحكيه في البذور الممتازة نحكيه في البذور الأصلية فما تشكيك في أصلا المحافظة على هذه البذور لو تحطنا في الصورة. أعكيد نحن سنا عنا ديما برنامج، والذي نعطيه هولوية قسوة لانتاج البذور الممتازة من القمح السلب من القمح اللين، الشعير و تريتكال هذوما عنا في شتون سربع شركات ناشطة في قطاع أكثر البذور الممتازة على تقريب مساعة 20 ألف اكتار. هذا ما يجعلنا في أريحية لكي نستجيب المطالبات السوق نحن تقريباً المتوقعات الأولى لكي تبدأ في حدود 300.000 قنطار بين 280.000 إلى 300.000 قنطار عملنا خير من هكذا في السنوات الأقبل لكن هذا الرقم يقع ديما خير من عمناه العمناه ديما نقول استثنائي الموسم الذي يتعدى حتينا كان تقريباً 180.000 قنطار حتى يكون الكميات المتوفرة من البذور الممتازة خير من الموسم الذي يتعدى خير برشا إن شاء الله الشركات تبدأ تحطهم في البذور هذية في الوقت المناسب نحن نحبوهم البذور هذية يتخدموا الكنديسيون الممتاحهم تنقية والمداوات تتسير قبل انتلاق موسم البذر المقبل هذه حاجة بالنسبة سؤالك على البذور الممتازة البذور الأصلية لأنه يوجد تشكيك الحقيقة حتى من خلال التفاعلات معنا في أكثر من من المناسبة بالنسبة البذور الأصلية الأصلية جاية من الأصل البذور القديمة ما تريده بشكل من هذا المجتمع ترجمة ناحية من قصة الشيلي كان هناك رجال ناحية كان هناك من المشروع يعملنا أيضاً في فاو في 2010 ويشاركنا في برغو وفي الكاف وفي الزغوان يشمل المشروع من المناتق ويشعلنا نتاج بها لتعني ناحية من إنتاج القموح حتى للتحويل والنساء يعملوا في الكسكسي بالقمح والذي يعطيه نجاح خاصة عنده نكهة خاصة به الناس تحبذها هناك نكهة خير برشة من الكسكسي الذي نشريه فيه من السوبر مارشي معلّب معلّب وهي تجم تكون مثال طيب للاستعمالات من البذور الأصلية كما قلنا فم الشيري فم البيدي جناح خطيفة فم برشة كريم هناك كريم مثمانينات كريم مثمانينات كريم فوق الاربعين سنة ولكن المقارنة تب البيدي ما تهم بش علاقة لكن الأسناف المحسنة كما الكريم كما الأسناف جديدة التي خرجتها للرات والذي نذكر منها للراتسان عن الذهبي وعن المعالي الذين يأخذون الفلاحة يحبوهم ويجربوهم فما القدس جديدة في الشعير القدس فما أسناف جديدة من الشعير زادة فما أسناف في طور التشجيل في الكتالوج التونسي للمستنبطات النباتية فما على مستوى البحث العلمي فما نتائج التي تجعلنا كل عام أو العامين فما أسناف جديدة التي تعاوذ لأسناف القديمة نحن نأمن بالبحث نأمن بالبحث نأمن بالبحث العلمي نأمن بالتجديد نأمن بالجينة ونأمن بالسبب ونأمن بالتجديد المتحدث نأمن بالبحث من المهم هذه الأسناف القديمة للافك هل يأخذ بالالج من الحياة يثمنون أكثر الماء، يثمنون أكثر الأسمداء، هؤلاء أسناف القديمة على مستوى النوعية، خارقين العادة، يمشيون في البرودويد النيش أو البرودويد التروير، وهو يثمنون مستوى السوق على مستوى السوق، يثمنون منتج قيمة مضافة، وهو تثمنه، تبقى على مستوى الإنتاج، يقعدون ضعاف. فما حاجة أخرى سمحاندالي، أنت لم تتحدث عنها، ليس في الحبوب، نعطيك مثال، تتذكر لما كان عندنا الدلاع متاعنا لبيض القديم، ليس هذا بالأخضر، كان البذور كي يزرع الفلاح الدلاع، يأخذ البذور نفسها، يعود يزرعها تنبت، توا اللي صاير للدلاع الأخضر هذا مستحيل تنبت لك، الإشكالي أنه مهجن، وهي بذور مهجنة، نحن في الحبوب معنا بذور مهجنة، والحمد لله، نحكي لك، بالضبط، نحكي لك، فالبذور بصفة عامة، بصفة عامة، ضروري، وأنه اليوم نحافظ على البذور الأصلية التونسية، من حيث الجودة، وأيضا من حيث المردودية، أنت هكتشوف الإشكاليات التي تصير مع مختلف الزراعات، سننعود أليس بك، لأنه لا أتمنى صغيرا فى مهجنة، كما تكون بصافتي تحفظ عامة للبذور الأصلية، وهي واحدة، وهي تحفظ على هذه الابتات الأصلية، وتقوم بإمكانه في دي كنفنشيون مع الفلاح اليوم، إنه يرغب أن يزرع هذه الابتات الأصلية، وتتصل مع الابتات الألزول مع مهجنة، اتفاقية أيضا، ويأخذ كمية يزرحها ويأخذها ويأخذها. فعلا هي عملية طيبة للغاية وباهية للفلاحة الذين يحبوا يرجعوا للبذور الأصلية. نحن بالعكس نحب أن نشجع الفلاحة لإستعمال السنف الذي يمشي معها في منطقته. كل منطقة عندها أسناف تتماشى معها. صحيح. أنت يحس أن البذور هذية تمشي في المنطقة أكثر من البذور محسنة. يمشي في الأسناف هذية مفهمة حتى مشكل. نحن نرهن بذور محسنة والبحث علمي. نحن نرهن على الإنتاج والإنتاجية. نرهن برامج تحقيق اكتفاء ذاتي ويزمها بذور أو أسناف التي تعطي مردودية. يعني تعطيك مردودية. نحن معدل الإنتاج متاعنا أقل من 25 قنطار في القمح السلم. بين 22 تقريب. وهو نجم نحسن فيه برشة. نجم نوصل ونعمل أرقام خير برشة. والله سبحاند علينا بش نفعل معك معنا. وقتها إطرحها نجم الدين. يمكن ننساها ولكن أنا نذكروا بها. في علاقة بالخبز. عليش نحكيه على الحبوب. اليوم خبز اليوم مش خبز سنوات اللي فاتت. يعني على مستوى الجودة. على مستوى الطعام. الخبز كي يبات معا تشي تاكل. يوالي. 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 أكثر زادة كيف كيف. وأكثر الشعوب تبذر على فكرة. أي أكثر الشعوب تبذر. مئة ألف تن قمح لين. اللي بشعتينا الفارين الخبز. هذو مرقام كبيرة بالنسبة ل 11 مليون تونسي. لماذا وارداتنا من قمح الزوس؟ نحنا الواردات متاعنا السنوية معدل القموح. هو تقريبا كنزودوها الشعيرة. بصفة عامة تقريبا 20 مليون قنتار وردوهم. يعني ثلثين. في العوام المتوسطة. ثلثين وردوهم. خاصة من مادة الفارينة. هذي تعرفوا. نحن معناش مساعات كبيرة باش نعمل اكتفاء ذاتي. في الأنواع الكل. اختارنا القمح السلب اللي عنا امكانية باش حقوا في الاكتفاء ذاتي. بالنسبة للفارينة نحن نحب نحافظوا 10% انتاج محلي من الفارينة. هذا هو الهدف فينا. نحن قلنا تونسي. تونسي رأيه يأكل تقريبا من مادة الفارينة. والخبز فوق 200 كيلو بالفرد في السنة. وهي معادلات كبيرة يسر. عالميا. معناها ربما تقولي أنت خاطر الخبز رخيص. لأن الناس تقبل على شراء الخبز خاطر ومتوفر الخيص. وهو حاشته بدو بجاتي يشري ثلاثة على ميواتي ولا أربعة. وزوز يتلوحوا. معناها هذه هو مجهود. في الحقيقة احنا قمنا به. حاولنا مع شراكائنا بطبيعة الحال. مع الوطني استهلاك. عملنا دوميساز عملنا برنامج كامل. للتحسيس بأهمية الفارينة واستعمال. في الحال الخبز اللي يقعد نجم ونستعملوه في حاجة داخلين من لوحوش. الجودة هي علش الجودة معاتش جودة في الخبز. بالرغم أنه نحنا رأو عنا يعني لعلمك أنه تقريبا ما يقارب من 30 إلى 40 بالمئة من الخبازة في باريس تونسا. يعني خباز الإليزيت تونسي. يعني احنا عنا من الكفاءات. اليوم هل ترى الموجودين في المخابز كلهم خبازة ولا صناعة؟ يعني رأو عنا إشكال إشكالات كبيرة سيمحون دعلي. فيما يتعلق بي. وصلنا نشم الريح ريحة خايبة في الخبز. وحكيناها نجم الدين. صحيح صحيح صحيح. هل كانت شحنة متاع فارينة؟ على مستوى جودة الخبز. وفي الحقيقة ازا مجهودة. يتعمل على خطر الخبز المدعوم. تجدها نوعه الخبز السبيسيال. والخبز الذي أغلى ثمنه. والذي يتباع الباقيت السبيسيال. تجدها في النوعه الأخير. لا يوجد علاقة بجودة الحبوب. لا يوجد علاقة. هو نفس الفارينة يستعملها من هنا ومن غادي. لا يوجد الفارينة بشتفرق ياسر. في نالمون في الكاليتات. يتبقى في طريقة صنع الخبز. فهنا هنا أشكال صحيح. نحن قبل كانوا مدارس مهنية لتعليم صناعة الخبز. معنى زارتزان بولانجي. هذا ما في الحقيقة موجودين. يجب أن يرجعوا. يجب أن القطاع هذا يرجع صناعة الخبز كمهنة. لا يوجد أي إنسان قادر يعمل الخبز. ولا على خاطر عنها برشة دمان. يجب أن القطاع الخميرة لا تقعوها. كيف مجاة. كيف مجاة. الوقت المتاع الخميرة لا نعطيهه الوقت الكافي. حتى الوقت التطيب. ووقت التطيب. كلها عوامل تدخل. نحن هذا كله يجب أن يتعالج. معنى الناس يجب أن يفهم مشكلة على مستوى الجودة. هو الخبز خاطر يأخذ الفارينة رخيصة مدعومة. ويزيد بعد ما يصنحها. يأخذ دعم آخر. صحيح لو عندهم عام ما أخذوش الجزء اللي تكمله لهم وزارة تجارة. ولا حاجة. كلها بليش. ويزيد حتى اللي ما يتبع لهش يبيعه للفلاحة. لتربية الماشية وغيره في الحكايات هذوم. هذك عليش يجي عندنا من أسوأ نوعيات الخبز في تونس بالنسبة للخبز المدعوم. أيضا ثم خبز آخر أتحدثت عليه أنتما في وزارة تفلاحة. هو الخبز بالنخالة بالصن. بالألياف. يجب أن يتبع 200 فرنك في نفس السوم الباقيت. لكن من يمكن أن نشان في أنتم عملتوها الحصة التذوق. حتى هو مزال إحنا عندنا خمسة شر مزالها باش للسوق. فيه دقيقة فيه دقيقة. مزالتنا دقيقة. وعياتنا للناس كل من يتذوقون. الحقيقة تجربة جميلة. يعني أن الناس أعجبهم نواية الخبز. وهي هو اللون أغمق شوية من اللون الخبز العادي. لماذا؟ لأن هناك أكثر ألياف. ألياف بالنسبة للصحة البشر مهمة برش. يعني من 78 إلى 83 إلى 25% من 100 دوبلي. يعني من الألياف التي تبدأ موجودة. وهذا على مستوى صحيان. نافع. وعلى مستوى توفير أموال للدولة في التوريد. كيف كيف؟ هذا يمكننا أن نقصوا شوية من الفلوس التي نصرف فيها. بالتوريد الخرينة هذية. لذلك نضرب عسفورين بحجرة. أتبقى العملية يظل مزالت على مستوى وزارة تجارة. إن شاء الله هذا يقع تطبيقه وتنفيذه في أقرب الأجال. خاصة للناس تتعانى فيه. شكرا جزيلا سي محمد علي برمضان. ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة على كل ما أفتنا بها. كنص لختمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن. مشكورين جدا على حسن المتابعة والاهتمام. ربي بقي الستر على تونس. إلى اللقاء. شايف البحر سكفي كبري.